هذا وقد عقد معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية مؤتمرا صحفيا مع نظيره الروسي سرغي لافروف تطرق إلى أبرز ما جرى في جلسة المباحثة الثنائية التي عقدها جلالة الملك المفدى وفخامة رئيس روسيا الاتحادية الصديقة بلاديمير بوتين هذا وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية على همية اللقاء الذي جرى بين الزعيمين منوها إلى تطبق وجهات النظر بين البلدين الصديقين حيال العديد من القضايا خاصة فيما يتعلق بتنامي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة أوضح معالي وزير الخارجية أن المباحثات في هذا الصدد كانت مهمة حيث كان هناك اتفاق في الرأي بين البلدين حيال عدد من القضايا على رأسها محاربة الإرهاب والحلول السلمية للخلافات من جانب آخر أكد لابروفا على أن المباحثات التي جرت بين جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس الروسي أكدت على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين مشيرا إلى وجود رغبة روسية كبيرة في تعزيز التعاون مع مملكة البحرين في العديد من المجالات ما قد ساعدت أجواء من الثقة والصداقة في هذا اللقاء وتم مناقشة تعزيز العلاقات في كافة المجالات فإن خمت الرئيس وجلالة الملك مصمماني على مواصلة تعزيز هذه العلاقات المصممون على إقامة التعاون بين البرلمانات وكذلك نغيره اختماما كبيرا للتعاون الاسكري والتعاون الاقتصادي والتجاري وأشير إلى التعاون المكثف في مجال الاستثمار حيث استثمار الصندوق البحرين الممتلكات بـ 250 مليون دولار إلى الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وهناك مشاريع قد دخلت حيث التدبيق أو سيتم تدبيقها قريبا قيمتها لجمالي حوالي 20 مليار روبل وقد نقش خمت الرئيس وصحب الجلالة نشاط مجلس الأعمال الروسي البحريني الذي يجري جلساتها بشكل منتظم في كل من روسيا والبحرين وتم ترقية التعاون الاسكري الفاني بين البلدين إلى مستوى جديد في هذه السنة ونحن نتطلع على مواصلة وتعزيز الاتصالات بين الاسكريين في البلدين وقدمنا الدعوة للجانب البحريني والاسكريين البحريني لخضور الأعب الجوية أفيا دارتس وما يصبح بياطلون الدبابات في المجال الإنساني نحن مرتخون بتطبيق البرنامج لتعاون الثكافي لمدة ثلاث سنوات وكذلك برنامج التعاون في مجال السياخة لمدة السنتين من السنة 2015 إلى السنة 2016 وبتباية الحال نكشى أفخام الرئيس وساحب الجلالة المسائل الإقليمية والدولية وذلك في صياق التطورات في منطقة الشرق الأوسط والشمال إفريقيا ولدينا موقف موحد أنه يجب ترتيب الأولويات من قبل المجتمع الدولي ومن تحت هذه الزاوية تبادل أفخام الرئيس وساحب الجلالة بالأراء قبل كل شيء خول السوريا ونحن اتفاقنا على ضرورة الدعم من قبل المجتمع الدولي الدعم للتطبيق الكامل للقرار الأممي رقم 2254 وهو ينص على ضرورة إقامة الخوار الشامل السوري السوري ونحن نضم مواصلة الجهود في إطار مجموعة دولية لدعم السوريا والذي سيجتمع في مونيخ في 11 فبراير وهذه هي المبادئ التي لا بد من تبنيها في حل الأزمات في كل من ليبيا واليامن والإراك وأفغانستان ولا بد من إبداء الاغتمام الخاص وتضافر الجهود الدولية من أجل حل الأزمة بين فلسطين وإسرائيل وهذا على أساس العدالة ونحن نشكر أصدقائنا في البحرين على تعاتهم الإجابي مع نسخة المعدلة والمحدثة لهذه المقاربة الروسية للأمن في منطقة الخليج ونحن نتطلع على مواصلة مناقشتها خلال الجولة المقبلة للخوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس الدعون الخليجي وذلك في النصف الأول من السنة الجارية في موسكو أتفق معكم فيما ذكرتم فيما يتعلق بالمباحثات بين صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وأخيه وصديقه فخامة الرئيس فلاديمير بوتين كان صاحب الجلال الملك يتطلع إلى هذا اللقاء والحمد لله جاءت نتائجه أيضا والمباحثات هامة جدا وأوضحت أن الموقف بين البلدين الصديقين يتطابق على مختلف الأمور إن كانت العلاقات الثنائية المتنامية أو إن كانت على أمور المنطقة هناك الآن الكثير من اللجان لجنة حكومية للعمل بين البلدين ولجنة للتعاون العسكري والفني للنظر في التعاون في هذا المجال وتبادل الخبرات والتدريب ومشتريات السلاح وأيضا المجال الاقتصادي والاستثماري ومجلس رجال الأعمال أما فيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة فكانت مباحثات هامة جدا وكان هناك اتفاق في الرأي وكما ذكر أخي سيرجي فموقفنا كان موحد وعلى محاورة رئيسية وهي محاربة الإرهاب والحلول السلمية للخلافات وعدم السماح بتفكيك الدول وأسقاط الدول الوطنية وفيما يتعلق بالوضع في سوريا فنحن أيضا صاحب الجلال الملك حفظ الله يقدر جدا دور فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وحكومته وبلده الصديق في مساعدة روسيا للخروج من هذه المحنة الصعبة ويرى جلالته أن هذا دور مهم جدا وعلى جميع دول العالم وبالأخص الدول الكبرى والمؤثرة أن تتعاون مع روسيا لتثبيت الأمن والاستقرار في سوريا ونتطلع إلى التعاون مع روسيا في إطار الحوار الاستراتيجي مع مجلس التعاون ونرحب كما رحبنا سابقا في زيارة جلالة الملك السابقة في 2008 بالنظرة الروسية للأمن والاستقرار في المنطقة أيضا ننظر بعين الاعتبار والتأييد إلى النظرة الروسية المحدثة للأمن والاستقرار في المنطقة وكان جلالة الملك حفظه الله شاكرا جدا لأخيه فخامة الرئيس وتطلع إلى زيارة فخامة الرئيس إلى مملكة البحرين في الفترة القادمة